الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان إضافة إلى التطورات في سوريا والخليج مروراً بالعقوبات الأمريكية على حزب الله وإيران كانت مدار بحث بين وزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أكدت كذلك لوزير الخارجية التزامنا بمواصلة عملية التفاوض التي يقودها السفير ساترفيل من قبل الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالحدود البحرية والبرية ونعتبر أن العمل يقابل للحياة وسنواصل دعم الخطوات الدستورية المقبلة التي تؤدي إلى قرار نهائي في الأشهر المقبلة آمل في سبتمبر وزير الخارجية الأمريكية أعرب عن دعم الولايات المتحدة للمؤسسات اللبنانية لحماية لبنان وأمنه وسيادته واستقراره ولمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والإنسانية واعتبر أن المنطقة مهددة من قبل إيران ولبنان من قبل حزب الله ورحب بومبيو بالتزام الحريري بإجراء إصلاحات ضرورية من أجل فتح المجال أمام المساعدات الدولية لبلاده كما رحب بالتزام لبنان بمتابعة المحادثات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل نحن جاهزون للمشاركة كوسيط ومسهل في المحادثات البحرية ونأمل أن نرى قريبا محادثات جادة حول هذه القضايا المهمة والتي يعتبر حلها مفيدا للبنان والمنطقة عامة اللافت أن بيان وزير الخارجي المكتوب جاء مخففا لجهة انتقاد حزب الله ربما لعدم التسبب بإحراج لرئيس الحكومة اللبنانية يأتي هذا اللقاء في وقت تشدد فيه الإدارة الأمريكية عقوباتها على حزب الله وتدرس فرض إجراءات جديدة عليه في المستقبل القريب مما يضع رئيس الحكومة اللبنانية في موقف صعب ميشيل غندور الحرة واشنطن